عشان جاي اقولكو على حاجة مهمة ازاي تبقوا اصحاب ملايين بشرط تبقوا تفتكروني ماشي كتير من الشباب والبنات بشوفهم بيتخرجوا من الجامعة بيبقوا عاملين زي ما يكونوا يعني لسه مولودين مش عارفين يعملوا ايه ما عندهمش جرأة يطلبوا مصروف زي الاول لان ما بقلوش يعني ما بقوش طلاب وفي نفس الوقت مفلسين فيه اللي بيدور على شغل على الطريقة بتاعت زمان يعني يقعد يدور ويدور مين اللي هيمشي له في وسطة والطريق اللي ممكن يمشي فيه شكله عامل ازاي بس فيه طريق تاني بدأ الشباب يقولولي عليه الحقيقة عاجبني او ان فيه صفحات على الانترنت كتير بتساعد على التشغيل وبشوف ولاد وبنين بيدخلوا ويعني بيعملوا حاجات وبيلاقوا فعلا شغل بس فيه حد بيفضل طول الوقت حلمه انه ما اشتغلش في وظيفة نماطية وعايز يعمل مشروع بس خايف لان فيه مئة سؤال وسؤال بيبقى في دماغه اولا هيجيب الفلوس منين وايه هو المشروع اصلا ويبدأ منين ويمشي ازاي بيبقى عارفين زي اللي عامل ايه اللي وقف على شط البحر وكل شوية حط رجله كده وخايف لانه مش عارف اوله فين واخره فين ويفضل يفكر ثم يفكر ثم يفكر ثم يفكر موضوع مملة اوي بتفكير الكتير اوي ده وفي انطباع عندنا انه غالبا البنات بتزهق وبتتبط وتقعد في البيت متحصرة على نفسها وتدور على عريس او مستنى جيلها عريس ومع لهاش ضغوط قوي لحواليها شايفين انها يعني اخرها بصيرها للجواز لكن الدخوط بتبقى اكتر على الولد تقع رهيبة لانه هو نفسه مش راضي عن نفسه وهو قاعد كده واللي حواليه عملين يعني نفسهم حتى لو ما كانوش بيقولوا انه يشتغل ويخفوا مصاريف في الحقيقة التصور ده هو اللي فتبغنا لكن في الواقع الولاد والبنات بقى عندهم طموح والبنات كمان بقيت شايفة ان عندهم طموح اكتر من الاولة انها عايزة تبني نفسها مش انها تقعد تستنى العريس يعني العريس يجي برحته لكن ما هواش البديل على موضوع الشغل لكن الفكرة هو عمل المشروع يبقى ازاي انا عايزة اقول لحضراتكو على حاجة مهمة اهم حاجة مش الفلوس تيجي فين اهم حاجة انه نبني فكرة المشروع نفسه احنا عايزين نعمل ايه لانه لما بنجي نفكر في مشروع بنشوف صعوبات اكبر بكتير من الكل اللي احنا متخيلينه لانه اللي حوالين الناس بتبقى ضغط عليهم ان فيه مخاطر كتير طب هتاخدوا قرد طب هتسدو ازاي طب ممكن تتسجن الدغوط دي بتخلي الولاد والبنات مش عايزين يعملوا الموضوع ده يمكن البنات بيبقى عليها الدغوط بقى في الحتة دي اكتر شوية لانه بيبقى خفنة على البنات اكتر شوية نقول ازاي يعني هتخرج ازاي هتعمل المشروع طيب ايه اللي خلينا نعمله الحاجات دي مهمة جدا انها تخرجنا من دايرة الحوجة يعني اننا نفكر اننا نعمل مشروع دي حاجة مهمة بس يعني ان شاء الله كده ينجح والظهر يلعب بس خلونا نعرف شوية حاجات ان زاي ما قلتلكو الحصول على الفلوس ماهاش اصعب حاجة الوصول لفكرة المشروع هي الاصعب فعلا ليه بقى لانه ما تستهونوش بالكلام ده انت علشان توصل لفكرة مشروع لازم تعمل بحث جامد جدا على انت بتعرف تعمل ايه والسوق عايزي وده يستلزم اننا ندخل على النت كتير جدا ونشوف صفحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبكوا دلوقتي من الفيسبوك وحطوه على جنب ويسيبكوا من الافراح والفساتين والنق على بعض انما ادخلوا اتفرجوا على الصفحات اللي بتدي معلومات مفيدة على المشاريع وعلى الخبرات وعلى التجارب كمان هتلاقوا جهات كتيرة جدا 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 بتعمل مساعدة في الموضوع ده حتى انه احد الجهات اعتقد وزارة الاستثمار عاملة عربيات متنقلة المفروض ان فيها حد يساعد الشباب والبنات على انهم يفهموا اكتر على موضوع المشروعات دي عايزاكوا تطلعوا العربيات دي وارغوا ارغوا ارغوا كتير قوي كل الاسئلة اللي في دماغكوا ارغوا فيها كل التخوفات اللي عندكوا طلعوها كمان السندوق الاجتماعي اللي هو دلوقتي اسمه جهات دعم المشروعات بيقولوا انه هو عنده فرص كتيرة وعنده ناس بتعمل دعم فني ممكن نروحوا وفروعوا في مصر كلها نقول لهم احنا عايزين نعمل قولوا لنا خبراتكوا ايه ايه احسن حاجة ممكن نعملها البنوك في مصر يا جماعة البنك الاهلي بنك مصر وبنوك تاني كتير دخلة في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دو كل دول عندهم فلوس قد كده متلتلة مش لقين يودوها فين مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسط عملين يدوروا على زباين وبيدللوا عليها وعايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة يعني لما بقول المشروعات الصغيرة ده مش مشروع بربع جنيه ده لحد اتنين مليون جنيه بيسموه مشروع صغير طبعا 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 هتقولوا لي طب والفلوس والقرد وازاي ونتسجن اولا القروض بتاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5% ماشي على فكرة القرد مش معناه انه حضرتك هيدوك الفلوس في قفة خالص لانه الكلام ده كان زمان فبما انهم مش هيدوك الفلوس في قفة فانت مش هتفرتكها مش هتروحوا تذكروا بيها لا بتروحوا الاماكن دي عندهم فنيين متخصصين بيساعدوكوا تعملوا حاجة اسمها خطة المشروع ودراسة الجدوى ويدرسوا معاكم مراحل التنفيذ وكمان في حد يعني هيلعد دور الغلس شوية وده مهم انا رأيي انه مهم لانه هيقعد يقيم الحاجات دي ويقولك اضبط وروح وتعالى ويجي ده شغلانته مش انه يغلس عليك ده شغلانته انه يزبط لك الفكرة في ميزة مهمة انه هيخلي لك الفكرة تبقى ليها رأس ورجلين وقابلة للنجاح طيب كمان اللقصات هل في القطار ده الفلوس ممكن تضيع لا ما بداش هما بيساعدوك على انك تطور او على انك تطوري مشروعك كويس مش انك تاخد الفلوس وتجري تعملي بها حاجة او انك تاخد الفلوس وتجري تجيب بيها شبكة تتجوز بيها او تاخدوا الفلوس تجيبوا بيها عربية الكلام ده خلص مفيش حاجة اسمها الافلام بتاعت زمان اننا هاخد القرد وهاصرفه وهتسجن ده كلام خلص من زمان النهار ده ما بقاش حد بيدي قرد بفايدة خمسة في المية علشان يدعم مشروعات شباب ويقوم رميها وخلاص هما بيبقوا على رجلين خطوة بخطوة خطوة بخطوة لحد المشروع ما يقف على رجله نادر جدا 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 ما مشروع بيفشل او انه هو يبقى مش بيين له مستقبل وفي الحالة دي ما بياخدش غير القسط الاولاني على فكرة فالخسارة مهما حصلت ما هيش خسارة تقطو من الوسط لانه بيبقى لكن الاحتمال الاكبر لو مشينا السكة دي وبقى عندنا صبر واشتغلنا كويس وجمعنا معلومات وروحنا سمعنا من الناس ان المشروع يكسر وتبقى حضرتك مليونير او حضرتك مليونيرة بدل ما نقعد في البيت ونطلب المصروف من بابا وماما بس بجد بقى لما يتحقق المراد افتكروني يعني افتكروا ان حد قال لكم الكلمتين دو اتفقنا اشوفكم بعد الفاصل